النهاردة كان في مباراتين مهمين جدا في الدوري المصري مباراة جمعت ما بين فيوتشر وحرس الحدود الفوز كان مهم من فيوتشر عشان يتساوى مع الآلف الصدارة سيبك بقى من قصة انه ده عنده مبارات مؤجلة ولا مش مؤجلة لكنه كان هيصل الى 37 نقطة في حالة الفوز اما فريق حرس الحدود فالفوز كان يوصله ل 17 نقطة شوية في مرحلة الامان او الاطمئنان او حتى التعادل المباراة الحقيقة ظلت معلقة حتى الدقاق الاخيرة لكنه لما بيكون عندك لعيب زي الحقيقة محمد ريدا بوبو قادر على تغيير النتيجة في اي لحظة من لحظات لعيب بيمتاز بالمروغة بالرؤية بالتزديد من اللعيبة الجايدين الحقيقة حرس الحدود عمل مباراة جيدة جدا وغاب جنش عن فريق فيوتشر بسبب عدم اكتمال شفاءه وتحمل على نفسه لعب المباراة الافريقية ولعب محمود حمدي حرس المرمى وقدم مباراة طيبة الفريتين حقيقة عملوا مباراة جيدة الفريتين عملوا مباراة حلوة لكن بص حضرتك بص قرار التزديد والتوفيق من عدمه بقى هو خد قرار التزديد الحقيقة بوبو في الديئة كام في الديئة 83 او 84 من اللقاء في العرضة وكان راح معها السعداني حرس المرمى خبطت في داره وسكنت شبكنا الهدف يحتسب للحارس ما بيحتسبش للعب لكن الهدف كله من اوله الاخره هو بوبو هنا طرد للصفاقسي كان لسه نازل خد في ديئتين انذارين متتاليين والانذارين كانوا صحاح وبالتالي طرد في السوان الاخيرة من اللقاء لكن كلسه نازل فيها اللقاء لكنه طرد وحافظ فيوتشار على النتيجة كده فيوتشار صعد في النقاط الى نقاط المركز الاول النادي الاهلي الاهلي باقل 3 مباراة لكنه 37 نقطة ظاهرة تستحق الدراسة ظاهرة فيوتشار انه بمدرب مصري محترم كابتن علي ماهر بإدارة مصرية بمدير رياضي كابتن عبد الزاري السقة عاملين كل هذه النجاحات نفس نقاط المركز الاول كل التحية كل التقدير للإدارة للجهاز الفن الطب الإداري لفيوتشار ومن جديد للمدرب علي ماهر مدرب النادي فيوتشار حقيقة اللي بيثبت انه واحد من المدربين المحترمين يمكن من القلائل اللي مستمرين سنة اللي فاتت تخلص مركز خامس بنفس اللقاء في المركز الرابع مكمل في الكونفدرالية الافريقية عدى الادوار التمهدية لعب المباراة الاولى في دول المجموعات تعادل خارج مرعبه مع اسكو كارا التوجولي وماشي بمسيرة طيبة مباراة تانية الحقيقة مباراة امبي مع فريق بيرامدز او بيرامدز مع امبي واللي كانت في ملعب الدفاع الجوي هذه المباراة شهدت الحقيقة عودت عبدالله السعيد الى قمة تقلقه من اوله جديد يعني عبدالله السعيد من ساعة ما ماشي تكيز جنياز بدأ في مرحلة التقلق واحمد فتحي لعب مركز الظهير لعب الظهير الثالث او سردباك زي ما بقوله صنع الهدف التاني المباراة الحقيقة كانت جيدة يعني ما بين الطرفين دايما بيرامدز معاود الناس انه بيخطف هدف في البداية لكن المرة دي كانت القصة عكسية الهدف الاولاني سجله رفيق كابو والحقيقة خد وقت طويل جدا فم راجعته بالفيديو لكن الهدف كان صحيح لو يوجد بيه تسلل الديئة اتناشر وجد بيرامدز نفسه متأخرا بهدف مقابل لشيء التمريرة رائعة رائعة والهدف رفيق كابو وتعامل معاه بكل الزكاء اللي خلقوا ربنا حاول بقى بيرامدز وانه يعود والفعل ما كانش فيه فات اتناشر ديئة ان لو كانت التمريرة الرائعة لعبدالله السعيد الاروح لرمضان صبحي اللي بيقدم افضل مواسمه على الاطلاق ويرفع رصيده الى سبع اهداف تالت هداف الدور العام احمد الشيخ تسعة من نادي غزل المحلة وبعدها زيزه تمانية ثم رمضان صنع فرصة بسبع ارواح في النهاية رفع الرائعة على تسلل لكنه عبدالعزيز بلعطي انقذها ببراعة والقائم والدفاع وعدت على خير لكنه الحقيقة محمد حمدي ابى الا انه فريقه يطلع فائز اليوم ونجح في الدية سبع وستين انه يرفع رصيد فريقه من النقاط الى سبع وثلاثين نقطة متسويا مع الاهلي متسويا مع فيوتشر بسبع وثلاثين نقطة ورغم غياب الاهلي لتلات جولات ما زال في الصدارة بفرق الاهداف لكن اللي تقدر تقوله وانت مرتاح يعني انه الصراح هيكون شديد جدا على بطورة الدورة انت بتلعب بالنهاردة يعني دي المباراة الاولى لفيوتشر وبرامدز فيه صراح الصدارة دي هدف التعادل المؤكد بيضيع من نادي امبي بيتقلق فيه احمد الشناوي حارس مرمى نادي بيرامدز وبينهي الحكم عبدالعزيز السيد من الحكام الممتازين الحقيقة عبدالعزيز السيد بينهي المباراة بفوز مستحق لبيرامدز على حساب امبي بعد فيلم قابل هدف امبي عاد مرة اخرى للدوامة من 18 مباراة 16 نقطة والامر بيزداد صعوبة بالنسبة لنادي امبي مبروك لنادي بيرامدز وعبدالله ساعد حصوله على افضل لاعب في اللقاء واعتقد بوبو كان افضل لاعب في اللقاء فيوتشر بسلحولي في اللينك اللي جاي او مهند لشين عفوا قدم مباراة طيبة ورائعة يعني لكنه الدوري هيكون ساخن جدا وعلى الاهل ان يضع عينيه في نصب رأسه لانه قصة الروات المؤجلة كان دمها تقيل السنة اللي فاتت مع النادي الاهدي فاصل ونرجع تاني